موسيقى وزير خارجية النمسا يبحث مع نظيرته الفنلندية التهديدات الروسية مقتل طالب لجوء ايراني في سويسرا بعد احتجازه رهائن ديوان المحاسبة ينتقد العمل الاعلامي في ظل حكومة كورتس وزير الداخلية النمساوي يوضح تفاصيل بطاقة تحوي 40 يورو والتحقيق مع امام عربي قام بنشر دعاء للمقاتلين في غزة واخيرا غرامة رمزية لشرطي نمساوي ادين بقتل شاب بالخطأ مشاهدين الكرام من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الاخبار لهذا اليوم اكد وزير الخارجية النمساوي اليكزاندر شالنبرغ على تعزيز التعاون ومناقشة التحديات الامنية بما في ذلك التهديدات الروسية خلال لقائه مع نظيرته الفنلندية الينا فالتونوفا واكد شالنبرغ على اهمية التعاون لمواجهة هذه التحديات خاصة مع فنلندا اجارة لروسيا وادان الوزير استخدام روسيا الهجرة للتأثير على الاستقرار الاوروبي مشيرا الى جهود مشتركة لمواجهة ذلك واكد الوزيران على اهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات اطلقت الشرطة السويسرية النار على طالب لجوء ايراني الخميس وذلك بعد احتجازه 15 رهينة في قطار لاربع ساعات وافادت الشرطة ان جميع الرهائن تم تحريرهم دون اصابات ولم يكشف بعد عن دوافع الايراني واكدت الشرطة ان التحقيقات مستمرة وقد تم تنفيذ التدخل عندما اقترب المسلح من شرطي بفأس وبدأت الحادثة بعد الساعة السادسة مساء وانتهت بعد العاشرة وتم التواصل مع الايراني عبر تطبيق واتساب وبمساعدة مترجم كشف تقرير لديوان المحاسبة الحكومية عن تجاوزات في حكومة الاتلاف بين حزب الشعب وحزب الخضر في فترة سيباستيان كورتس ويتعلق الامر بالنفقات العالية ونقص الكفاءة وتحديدا في الاعلام والاعلانات السياسية حيث رصد المحققون استخدام اموال غير مبررة ونقص في الوثائق وطالب التقرير باعداد استراتيجيات اتصال محددة وتوثيق شراكات تعاونية بشكل جيد وسيواصل المحققون تقاريرهم حول شفافية التكاليف في العمل الاعلاني ببلدية فيينا مؤكدين التزامهم بالشفافية والمساءلة قال وزير الداخلية جهارد كارنر انه من المتوقع ان تكون بطاقة الدفع الجديدة لطالب اللجوء متاحة في يونيو المقبل وتهدف الفكرة التي اطلق حزب الشعب الى جعل الهجرة اقل جاذبية لذلك يتم التركيز على تقديم الخدمات العينية بدلا من النقود وتبقى المساعدة للأوكرانيين غير متأثرة حسب توجهات الاتحاد الاوروبي وتسعى الحكومة لتحفيز استخدام الخدمات العينية وتقليل فرص استخدام النقود في انشطة مثل تحويل الاموال للمهربين او لاهلهم في بلدانهم الاصلية اثارت عدة منشورات على الفيسبوك لامام مسجد السلام في فيينا لاستياء بعد ذكره عبارات تحريضية ضد اليهود حسب ذكر صحف نمساوية وكان الامام من اصول مصرية قد نشر منشورات صنفت في الصحافة على انها معادية للسامية تتضمن تهديدات لليهود وقال بيان للهيئة الاسلامية في النمسا بانها ستحقق مع الشخص المعني وطالب رئيس الجمعية الثقافية الاسرائيلية اوسكار دوتش بترحيله اذا كان يهدد الامن وطالب بمنعه مجددا من الخطابة اصدرت المحكمة الاقليمية في ساليسبورغ حكما نهائيا بشأن حادث اقتصادم بين سيارة شرطة وسائق دراجة نارية شابا في ساليسبورغ في العام 2021 وتم ادانة الشرطي بالقتل الخطأ وفرض عليه غرامة مالية قدرها 1320 يورو بدلا من السجن لمدة شهرين وذلك بعد استئنافه ضد حكم سابق وكان الحادث قد وقع خلال مطاردة دراجة نارية حيث سقط الشاب تحت سيارة الشرطة وتوفي لاحقا وانتقدت والدة الشاب الشرطة بشدة معتبر انه كان بالامكان تجنب الحادث كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفوغرات على هوادفكم كنت معكم انا ممدوح مكين امسيا سعيدة والى اللقاء ترجمة نانسي قنقر